أعلنت هيئة قناة باناما تقييد حركة الملاحة لمدة عام كامل جراء خفاض مستوى المياه اللازم لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي تعاني القناة الممتدة لمسافة 80 كم نقصا في مياه الأمطار اللازمة لنقل السفن عبر سلسلة من البوابات الضخمة التي تعمل بمثابة مصاعد مائية تتيح رفع السفن من جانبي الهادي والأطلسي لمستوى القناة أو تنزيلها إلى مستوى البحر وعمدت هيئة القناة التي يمر عبرها 6% من حركة التجارة البحرية العالمية إلى خفض عدد السفن التي يسمح لها بالعبور يوميا من 40 سفينة إلى 32 سفينة